الخبر النهاردة بيقول حاجة غريبة جداً على حسب استهلاكك في العداد هتفضل في الدعم أو لا على حسب استهلاكك تعرف على شرط الحزف من البطاقة التموينية بسبب فاتورة الكهرباء ومن بين المحددات الحزف من البطاقات التموينية التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية الحزف من منظومة الدعم التمويني بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء فإنه في حالة وصول استهلاك العداد يعني لأكتر من ألف كيلوات في الشهر هيتم حاسفك من غير ما تعرف وفقاً لما أعلنته وزارة الكهرباء في شرح الاستهلاك فإن استهلاك أكتر من ألف كيلوات يعد مرحلة أكبر من الشرح الخمسة الأولى وهي المرحلة التي يتم حساب سعر الكيلوات الواحد بمية أو بنتين قرش فإنه في حالة استهلاكك مية وواحد كيلو يصل سعر الفاتورة الكهرباء إلى ألف وثلتمية وخمسين جنيه وفي تلك الحالة يتم الحزف تلقائياً تقولي أنا خاف من إيه؟ أقولك أنا خاف من إيه أنا خاف عليك لأنه أنا حاس أن دي مؤامرة معمولة بين وزارة التموين ووزارة الكهرباء هتقولي إزاي أقولك إزاي بسرعة ونخرج وزارة الكهرباء تلبى حضرتك فاتورة غلط فتدي وزارة التموين تاخد بالها طبعاً هتعرف على طول من وزارة الكهرباء فتيجي شيلك وزارة التموين من الدعم فأنت تشتيكي وتقول لا دي الفاتورة غلط ده أنا روح أشتيكي ويقولك روح صف حسابك أنت مع وزارة الكهرباء وتعال لنا بعدين بقى فهمت اللعبة فين؟ فأنا أعتقد أن هم بعد ما أربع مراحل خلصوا كل حاجة مش لقيين دلوقتي أي حاجة تانية يعملوها غير أن هم يحزفوك وهم ملهمش أي زنب مش إحنا الزنب يا بابا وزارة الكهرباء صدقني اللي جاي المرحلة الخامسة مجزرة في التموين